اشتركوا في القناة بنتأمل فيها ونتقلم وبعدين يا إما بنسلك الطريق الصحيح ونتغير يا إما بنفضل على نفس الدرب سائرين ولما بزغ نور الإسلام في مكة انقسم أهل مكة ما بين كل مؤمنة وكثرة من المشركين ومن وسط المشركين كان فيه واحد اسمه عمر بن شام اللي عرفنا بعد كده بأبي جهل في يوم من الأيام سئل عن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أصادق هو أم كاذب فقال في لحظة صدق مع نفسه ويحك إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقايا والنبوة فماذا يكون لسائر كريش وقال أيضا تنازعنا نحن وبنو مناف الشرف فأطعموا وأطعمنا وسكوا وسقينا وأجاروا وأجرنا وكنا كفرسي رهان فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه واضح جدا أن أبو جهل لم يمنعه من التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والحسد وإن كان ده حال المشركين من أهل مكة مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فسوف تجد العجب العجاب من حال أهل الكتاب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويطلق أهل الكتاب على كل من له كتاب سماوي من عند الله عز وجل ونقصد بهم اليهود والنصارى وكان عندهم من علم الكتاب الكثير بخصوص بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون كثيرا قد آن زمان نبي يبعث من أرض العرب ويهاجر إلى أرض ذات حرتين بينهما نخل وكان مذكور عندهم في علم الكتاب أن ذاك النبي له علامات فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة فلما هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ووصل إلى قباء في يثرب غدا عليه إثنين من اليهود هما حيي بن أخطب وكان من أعلم اليهود بالطورة ومن أعلم اليهود بعلامات ذاك النبي وكان معه أخيه أبو ياسر بن أخطب فجلس إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسمع منه وسأله وفي طريق عودتهما سأل أبو ياسر وقال أهو هو يقصد أهو النبي المنتظر المبشر به في الطورة فأجاب حيي بن أخطب نعم والله فسأل أبو ياسر أتعرفه وتثبته فأجاب نعم فسأله أبو ياسر فما في نفسك منه فأجاب حيي بن أخطب عداوته والله ما بقيت واضح جدا أن كلوب الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين امتلأت بالحقد والحسد والعناد والكبر والعداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال المشركون لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فأراد الله عز وجل أن يكشف لنا جميعا ما يدور في قلوب أهل الكتاب والمشركين تجاه المسلمين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل أهل العظيم ما يحب ولا يتمنى ولا يرغب ولا يود الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم كرآنا أو علما أو نصرا أو بشارة والله يختص من عباده من يشاء بالنبوة والرسالة والله ذو العطاء الكثير والواسع وإن كانت الآية الكريمة تتحدث عن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولكننا سوف نتحدث عن الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين فممن أسلم من أهل الكتاب حسين بن سلام وكان من أعلى من اليهود بالطورة وسمه الرسول الكريم عبد الله بن سلام وآمن أيضا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة وكان من النصارى وصلى عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما مات أما بالنسبة للمشركين فلا يخف علينا جميعا أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من المشركين ثم آمنوا ونجد في هذه الأيام من رحمة الله تعالى بأهل الكتاب والمشركين أن هناك يوميا الكثير ممن يدخلون في الإسلام للأسف الشديد في الإعلام نجد كثيرا من يرفض تكفير أهل الكتاب بحجة أنهم أبناء الوطن ولكننا نقول له لا بد أن لا نخلط بين العقيدة والتعامل مع الآخرين وبمنتهى الشفافية والوضوح نحن كمسلمون نؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن آمن اليهود والنصارى فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وإن رفضوا فكتكفروا وهذا لا يتنافى مع حسن التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما لم يعتدوا علينا معنى من خير من بداية ما يقال له خير وعلشان نفهم معناها أكتر مثلا لو واحد طلب من حضرتك سلفة ألف جنيه وإنت قلت ما عندي مال لكن الحقيقة أنت عندك مثلا من جنيه فهل ده يعد مال؟ لا يعد مال أما لو قلت ما عندي من مال معنى كده أن أنا ما عنديش ولا مالين ونجد أن من كانت سببا في خلاف بين بعض المفسرين وأهل النحو فتعرب من بأنها زائدة فينبري بعض المفسرين ويقولون لا تقول على كلام الله أنه زائد فليس هناك زيادة في كلام الله ولو كان هذا الكلام صحيحا لما جاز لنا إطلاقا أن نعرب لفظ الجلال أحيانا بأنه لفظ الجلال مفعول به أو لفظ الجلال اسم مجرور فهناك فرق شاسع بين الإعراب والتفسير والله يختص برحمته من يشاء ليس لضيق في رحمته بل لحكمته والله ذو الفضل العظيم الفضل بالنسبة لنا هو ما زاد عن حاجاتنا الضرورية أما الفضل بالنسبة لله عز وجل فكل ملكوت السماوات والأرض هو من فضل الله ففضل الله عز وجل فضل عظيم لا حدود له قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر جزاكم الله خيرا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر